يا يا شيخ محمود فردل نسمعه يعني الحقيقة الحقيقة الماثلة في السودان اليوم ان الاخوان المسلمين ظهروا على حقيقتهم هو التنظيم دولي رغم امس عمر البشير ورغم الكلام جار عمر البشير وهو خاطئ لهذا التنظيم ودغط الحكومة بتاعتهم يلطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وخضبهم شتى والاسرة الحاكم واسرة البشير واسرة نافع وعلى عصمان محمد طاعة بعض الشياءات الطاعة التي جاءت باسم الاسلام ربنا سبحانه وتعالى يسددكم على الحق وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى عليكم فرج وما خرج بإذن الله تعالى ان شاء الله الله يكريمك يا ابو محمد والله مكلمة ابو محمد فعلا تصيب الانسان بحصرة فحنا بقول للرئيس عمر بشير رسالة ان كان فيك زرة ولاء لهذه الجماعة فراجع فكرها يا سيادة الرئيس والحق شعبك كفاية كده دي حاسس انا حاسس بكلام الوقتي كل واحد سوداني من الشعب السوداني نفسه الاخ بيقول لي في الكلام زي ما انتم سمعين ان السودان مش برنامج اللي حيصف الكرسى اللي موجودة في السودان اللي موجود في السودان الآن الفقرة حتى ما يعد عليهم وما يبصونهمش او هم نفسهم مش عارفين الفقر بقول لك يعني مش تحت خط الفقر اسوأ من ذلك لذلك احنا بقول اهدى عمر البشير اهدى حسن الطراب وهو بتكلم عن عمر البشير الان لما حس الرئيس عمر البشير بالخطورة ديت وان السودان ستسقط وهو حيروح ايه اللي حصل بيتكلم عالتنظيم الدولي وانه خطر طب والتنظيم الداخلي بتاع الاخوان نصيحة من محب للسودان ولشعبه طاهروا بلادكم من هذا الدنس شوف الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا في الدين الاسلامي الحاكم تدعو له بالصلاح وتأينوا وتأيدوا وتنصروا وتنصحوا النصيحة المعروفة بضوابطها وبشروطة تمشي له مش في المنابر تتكلم عنه ليه هل مزاج مننا لا مني انا مزاج مني لا النبي قال كده يا اخوان ده الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية وابن المبارك قال المنبر علانية ما يكلمه علانية تمشي له تنصحوا وتتكلم معه وليست لي مصلحة شخصية في هذا الكلام بس أعرف المعلومة دي ولو أردت أن أطعن وأسي في الحكومة أو في الحاكم ليس هناك ما يمنعني تكلمك قانون البلد دي ما بيمنعك تطعن في الحكومة تتكلم في الحكومة زي ما داير وتنبذ الحكومة وتنبذ الرئيس ذاته ده القانون كده حرية الكلمة لكن ما الذي يمنعنا من الكلام يمنعنا الشرع الشرع النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا مداهنة ولا تأييد للظلم زي ما بقولوا المخذلين أو المخذلون أو المجرمون وأعداء السنة وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام